السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله أوقاتكم أهلا بكم في أحاديث أطرية فالعطر عطرك والمكان هو المكان لكن شيئا قد تكسر بيننا لا أنت أنت ولا الزمان هو الزمان الشاعر فاروق جويدة هذا العطر إبك الملحمة قل إن شئت ملحمة شعرية وقل إن شئت المعركة الكبيرة اللي تسمى ملحمة إبك من روائع أمواج اللي تبرز فيها شخصية هذه الشركة الأصيلة هذه الدار العمارية اللي قدمت الأطر العربي بأجمل حلة عندنا إبك الرجالي وإبك النسائي إن حدثتك عن إبك الرجالي فسترى من أول رشة المنامح البخورية سواء من خلال مكون العود اللي موجود في هذا العطر من خلال اللوبان من خلال كثرة المكونات العطرية الجميلة الموجودة فيه اللي أبرزته وأعطته ملامح بخورية دخانية عطر فخم فعلا جدا مناسب للرشل وكل العطرين زو فوحان وثباد جميل كما عودتنا دار أبواج العمانية لما نجي للعطر النسائي على أن المكونات متشابهة مع فوارق بسيطة جدا يمكن إضافة الورد والياسمين في النسائي إلا أن الرائحة مختلفة تماما في العطر النسائي فهي أقوى وهي رائحة تلمح فيها الملامح البودرية اللي من بداية العطر تجدها واضحة إلى نهاية العطر والملامح البودرية هي ذات النوتة العالية في العطر مع وجود الياسمين مع وجود الورد مع وجود العنبر اللي هو الكهرمان مع وجود ملامح خشبية فإن شئت أن هذا العطر عطر زهري بودري فقل ذلك وإن شئت أن هذا العطر عطر عنبري مسكي لك أن تقول ذلك وإن شئت أن تقول أن هذا العطر عطر خشبي فهو كذلك بالنسبة لي أفضل العطر النسائي لو خيرت أفضل العطر النسائي على الرجال هذا لا يخضم شيئا من حق العطر الرجال العطر الرجالي جميل عطر فخم لكن بالنسبة لي النسائي من أمواج وهو عطر محايد على فكرة مناسب للرجال ومناسب للنساء عطر رائع عطر جميل عطر قوي العطر قوي وذوه ثبات فأقل الأداء تضع إلى اليوم الثاني ممكن أن تشمه في ثيابك بشكل واضح شكرا لهذه الدار العمانية الجميلة دار أمواج التي قدمت لنا هذه العطور التي تحمل الهوية العربية بجمالها وبآناقتها وبعطورها المميزة شكرا لكم